سمحت لي هل احنا محتاجين زي ما حضرك ذكرت ان الحكومة الجديدة هتكمل على الحكومة السابقة وتتوسع في نفس الانشطة ولا محتاجين زي ما بنقول افكار خارج الصندوق بالتأكيد انت محتاج للافكار خاصة نقول طول الوقت وياريت لو هذه الافكار تكون نكحة لانه في كتير من الافكار ممكن تبقى بركة جدا ساعة التنفيذ على ارض الواقع بتبقى مختلفة وتبقى فيها يعني اشكاليات كبيرة لكن انت محتاج طول الوقت ان انت تكمل على اللي انت بنيته عشان ما تتراجعش مرة اخرى وتتقاكر في الانجازات اللي انت حققتها خلينا نكمل خلينا نتوقع الافضل خلينا نشوف المبادرات القادمة خلينا نشوف عمل الحكومة واجندتها الجديدة خاصة رناية بجاية برضو في تحدي لسه موجود وتحديات لسه احنا مكملين فيها بنتمالها التوفيق ومنتظرين منها الكثير والشعب المصري منتظم منها الكثير خاصة في الملفات اللي بتهم المواطن وبتهم يعني نمط ماشد يعني كمان من الحاجات اللي كانت مهمة جدا هو تطوير الخطاب الديني وده من رأس برضو الاولويات ده كان لترسيخ عمتا مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي شايف ازاي هيكون منقشة الخطاب الديني في الفترة القادمة اكثر من الاولويات المهتمة اولان المهتم بيها مثلا في وزارات زي الثقافة وزي وزارة الاواف المشاعر الدينية والخطاب الديني كله محتاج انه يتواكب مع متغيرات العصر ومحتاج كمان يتواكب مع متطلبات المجتمع المصري المواطنة عليها طلب في المجتمع المصري الكبير جدا وبالتالي انت محتاجة هزي الافكار تبقى موجودة طول الوقت في وزارة التعليم في المناهج في الجمعة في الانشطة الجماعية في انه يبقى في تعاون طول الوقت مع مؤسسات الدينية مجتمع المدني الانشطة الثقافية كل ده افكار تبتدي تترسخ عند الناس بس بشكل غير مباشر لانه هي بشكلها المباشر متبقاش قادرة توصل للناس لكن بشكل غير مباشر في التعايش بتاعنا مع بعض منهج التعايش ده في حد ذاته اتصور انه هو يعني ترسيخ للفكرة المواطنة الخطاب الديني الخطف في الجوامع الخطف في الوعز في الكنيس كل ده محتاج انه يتواكب مع العصر لانه فيه تحديات تحديات دينية بالاساس والعالم بيدي افكار مغيرة وبيدي افكار تخصه وبيدي افكار مختلفة ما بتتنسبش مع سوابة المجتمع المصري انت محتاجة طول الوقت تواجيها تحصني الشباب تحصني الناس في مصر من هذه الافكار ويبقى فيه تمسك بالسوابة الوطنية وفي نفس الوقت بالسوابة الدينية يعني مش عايزين برضو ايه الخطاب المتطرف الآخر اللي ممكن يعني يهز ثقة المجتمع في نفسه وفي افكاره وفي سوابته فبالتالي ده ملف مهم جدا قدام الحكومة محتاجين فيه عمل مهم ومحتاجين ان يبقى فيه افكار جديدة وافكار يعني ابداعية عشان الناس تستوعب اهمية الملف وتبتدي تستوعبه وتفهمه وتتعامل معها ترجمة نانسي قنقر